في الحقيقة كلما الواحد بيسافر برة وبيشوف اعتماد الدول المتقدمة على الدراجات فيه تنقلهم بيقول قد ايه احنا خسرنا يعني قد ايه احنا ضيعنا من وقتنا ومن صحتنا ومن عفيتنا وايضا ضيعنا على الدولة بنزين وضيعنا على الدولة ركوب حافلات عامة ليه لان ده في النهاية لا بيصب في صالح الدولة لا بيصب في صالح صحتك لو بسط لدولة صغيرة زي هولندا صحيح الطرق فيها دياءة لو بسط لدولة كبيرة زي الصين الطرق فيها واسعة الموضوع مالوش علاقة بالطرق ومالوش علاقة بالترافك الموضوع ليه علاقة بصحة البني ادم وايضا بيجيبه انه هو بيوفر وسيلة المواصلات وايضا بيخلي الكلام ده يعني عائد عليه انا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده لان النهاردة هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية اليوم العالمي للدراجات الهوائية ده يوم عالمي تم تخصيصه للتوعية باهمية ركوب الدراجات كوسيلة نقل رياضية تساعد في الحفاظ على الصحة العامة للانسان مصر على المستوى التوعوي في ركوب الدراجات في الحياة قطعت اشوات كتير والفضل فيها بينسب لسيادة رئيس عفتاح هيسيسي بشكل شخصي اول الاشياء اللي يعني مصر خطط فيها حاجات المبادرات المجتمعية التوعية باهمية استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات امينة وايضا على المستوى الرياضي في لعبة سبقات الدراجات قطعنا اشوات مميازة جدا وقص بعدنا على فكرة ابطال متأهلين لأولمبيات باريس 20-24 في رياضة عقوب الدراجات يعني كلم كتير عن الدراجات النهاردة هيكلمنا عنها ضفنا الكابتن محمد ابراهيم يعني منوارنا في الستوديو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منوارنا يا فندم يعني عايزين نعرف منك في اليوم العالمي للدراجات يمكن مصطفى تكلم عن اهمية الدراجات واحنا عارفين اهميتها الصحية للانسان قد ايه مهمة للرياضة قد ايه مهمة لصحة القلب لكن وسيلة تنقل يعني هل النهاردة احنا ممكن نعتمد عليها فعلا وطبعا بشكركم اهتمته باليوم العالمي للدراجة النهاردة يوم تلاتة ستة وفعلا اليوم العالمي للدراجة ويوم مهم جدا على مستوى المجتمع الدولي كله وخاصة لمصر لانه طبعا ليه فوايد كتيرة جدا طبعا الصحة للفرد نفسه ليه فوايد على الفرد اللي بيمارس ركوب الدراجة سواء رياضة او بيقدي بيها مشاوره اليومية طبعا بتحسن نشاط الرياضي بتاعه بتحسن صحة القلب بتنمي القوة العضلية بتاعته وده طبعا ليه عامل ايجابي طبعا على الحالة النفسية بتاعت الفرد اللي بيمارس رياضة الدراجات او ركوب الدراجات بتحسن بتقلل التوتر عنده باستخدامه للنشاط البدني بتحسن مزاجه لانه بيبقى ماشي مبسوط وبيحق ذاته طبعا رياضة الدراجات مميزة ان انا بمشي في اماكن متغيرة مش بلعب في صالة او في مكان مغلق فدايما على طول بمشي في اماكن كتير طبعا دي فايدتها للفرد فايدتها للبيئة طبعا انا بقال لاستخدام الوقود والبنزيم والبترول بقال الانبعاسات الحرارية فايدتها للمجتمع ان انا بعمل ترابط بين المجتمع وبنمشي في مجموعات وبقى فيه لقاءات بين الافراد والمجتمع طبعا يا الدراجة ازدادت شرف لا اوليها فوائد اقتصادية على الدولة وعلى الانسان ايضا اه طبعا فوائد الاقتصادية انها بتقالل استخدام الوقود وده طبعا بيكلفنا عملة صعبة وبيكلفنا الفرد نفسه والدولة بتقالل طبعا سلامة المرورية ان انا ما اقدرش بقى فيه حوادث كتير بيبقى العملية فيها سهولة اكتر في التحرك ازا ما حضاك قلت ان ما مش محتاجة طرق كبيرة عشان استخدمها ودي بنية تحتية بتقالل انها طريقة اللي بتعمل للدراجة غير الطريقة اللي بتعمل للسيارة واماكن الانتظار طبعا ما بحتاجش اماكن كبيرة للانتظار والكلام من ده قطع الغيار طبعا بتاعت السيارة غير العجلة ارخص بكتير طبعا لزاد اهمية الدراجة اكتر زي ما حدتك ذكرت سيادة الرئيس عبفتاح السيسي بانه اول ما ابتدى تولي الرئاسة كان لنا لقاء معاه بالدراجة وكان دايما بيشجعنا وود اهمية واهتمام اكتر من الشعب المصري باستخدام الدراجة هو حريص كل شوية لما يروح الكلية الحربية ان هو يروح فجرا يعني علشان يروح لهم بالدراجة ويعمل تفقد كمان حتى بالدراجة فطبعا ده شكل من الاشكال اللي يمكن ما بنشوفوش في الدول كتير طيب خليني اسألك هاخد فايدة فايدة من الفوائد دي وابتدي يعني افهمها من حضرتك الفوائد البدنية حركت ذكرت القلب ممكن نقول ازاي بتأثر على الدورة الدموية ازاي بتأثر على الصحة العامة للانسان اعمل لي تشريح كده يعني وطبعا ده رياضة الدراجات هي رياضة العنصر الاساسي فيها التحمل الدوري التنفسي فانا كل اعتمادي بيبقى على الرئتين وعلى القلب والقلب طبعا بينعكس على الاوعية الدموية للجسم فبالتالي لما انا ببدأ اتضرب بيوتا يبدأ عضلة القلب تتحسن نشاطها لانها ببدأ يتحرك النبض بتاعي بيبقى نبض سريع جدا فبالتالي بيحسن الجهد اللي واقع على القلب في وقت الراحة كمان وقد ربزل اي مجهود عادي في اي وقت طبعا لان الدراجة بيقابلك فيها بعض الصعوبات انه بيبقى الهوى في الوش فده طبعا بيأثر عليك شوية بيحتاج مجهود اكتر او بيقابلك مرتفع او مطلع او كبري بتمشي عليه فطبعا ده بيزود عدد ضربات القلب فبعد كده هو بتلاقي حضاك بيبديد التحسن في الاوعات دموية طبعا الدورة دموية بتمشي بطريقة اسرع فبيحسن عضلة القلب شوية بيخليها فيها مرونة اكتر طبعا بيشيل طبعا الوزن الزايد بالنسبة لجسم الانسان بيشيل بيفقد الدهون يعني ده وسيلة تخسيص ببلاج بدل ما بروح ندفع فلوس عند الدكاترة والكلام ده وامنة ما فيهاش اي حاجة بتشيل الدهون الضارة والكلسترول فبالتالي بتعمل تحسين للصحة طبعا بالنسبة للرقاتين بيزداد الحد الاقصى لاستلاج الاكسجين للانسان بتزداد السعر الرقوية بيبقى يقدر يتنفس كويس في المجهود العالي يقدر يطلع سلم يقدر يمارس النشاط بتاعه طب خلينا نكلم عن اشكال وانواع السبقات بقى للدرجات هي بتبقى عاملة ازاي ايه الصعب فيها اللي سهل فيها احنا في مصر وصلين لايه بالنسبة انواع الدرجات حوالي على اللي بيمرسوا كرياضة فيها مسابقات على مستوى الاتحاد الدولي فيه اول حاجة وأشهرهم اللي هي سبقات الطريق اللي بتتلعب على الطريق في سبقات التراك اللي هو المدمار تاع الدرجات في سبقات الدرجة الجبلية في سبقات البي ام ايكس في سبقات السايكل كروس في سبقات السايكلينج هول دي أشهر سبقات الاتحاد الدولي والاتحادات المحلية بتشتغل عليها وفيها منافسات طبعا تعتبر رياضة الدراجات يعني ترتبها التالت في نسبة الخطورة في الرياضات بعد السيارات وبعد الموتسيكلات بتيجي بعدها الدراجات في نسبة الخطورة بتاعتها طبعا هي رياضة شيقة وممتعة جدا بره بيعملولها مدارس من كيدز من 4 سنين ومن 5 سنين لغاية بقى زي ما حدك قلت في أوروبا بيوصلوا لآخر العمر يعني فيه ناس عندهم 90 سنة وأكتر بيمرسوا رياضة الدراجات ابتدى فعلا إحنا في مصر بدنا نشتغل على دوت الاتحاد مصر الدراجات ابتدى يعمل نشاط يعني أي شكل من الأشكال دي إحنا بيبقى لنا فيه بطولات ولا شكل أوليمتي بس لا وإحنا عندنا سبقات الطريق بنشارك فيها وعندنا سبقات التراك ودي اللي إحنا الحمد لله محققين فيها متصدرين الأفريقيا والعرب وابتدى يبقى لنا ترتيب على مستوى العالم من ضمن في البنات طبعا لأن البنات شطرين أو في الرياضة دي ترتبنا من ضمن أحسن 10 دول على العالم في الولاد ترتبنا حوالي 20 على العالم فكل ده ساعدنا في الرانكينج الدولي إن إحنا نتقدم في سبقات التراك لأن طبعا عندنا إحنا دلوقت في مصر التراك على مستوى عالمي ده ساعدنا كتير وخلانا نتقدم في رياض الدراجات تخصص تراك لزيز عوي شكل التراك معنا على سكريم دلوقت بنعرضه لحضراتكم شكله حلوى قوي شايفين المرحضرات اللي فيه دي كمان أعتقد بتخلي السباق أكتر حدة وزي ما حداك قلت يمكن شايفين البنات في مصر متقدمين في هذه اللعبة البنات من ضمن أحسن 10 من أحسن إحنا مصر من أحسن 10 دول في العالم في سباق الدرجات إيه اللعب بيعمله يعني بيقاهل نفسه إزاي يعني قبل البطولة قبل المسابقة بيأكل إيه مثلا حديك قلت إن اللعبة دي بتعتمد على الرئتين تمرنات النفس هل في تمرنات للنفس بيعمل إيه عشان طبعا مهم جدا جدا الرجلين تبقى قوية أعتقد يعني صح ولا إيه لا أصلاح أنا صح هي مجموعة من العراص اللياقة البدنية السرعة والتحمل والقوة دول أهم ثلاث عناصر عندنا طبعا إحنا بنبتدي نشتغل عليهم لإن رد درجات محتاجة تدريب على المدى الطويل يعني الولد بيبتدي أو اللاعب بيبتدي من سنه صغير لغاية لما يوصل لمرحلة البطولة زي ما حضرتك تفضلتي كده قلت إحنا عندنا البنات عندنا اللعبة ابتسام زايد واللعبة شاهد سعيد متطورين جدا في اللعبة وشكل سنهم صغير جدا صحيح سنهم شكله صغير أنا عندي شاهد 19 سنة أول سنة لها في الرجال الحمد لله تأهلت السابقات السرعة في التراك ابتسام طبعا دي تالت أولمبيات لها تأهلت في ريو دي جينيرو 2016 وفي توكيو 2020 وباريس 24 طبعا الموضوع بيحتاج فترة طويلة عشان بيبتدي أتعامل مع اللعيب غير الرياضات التانية بتبقى محتاجة موهبة ومهارة أكتر لكن الرياضات الدراجات بيشتغل على اللعبة شغل البدني فيها أكتر ده أهم ولازم بيبقى طويل يعني بقاش على مراحل طبعا قبل البطولة بيبقى ليه اللعيب ليه نظام تغذية وليه موعيد للنوم وموعيد للراحة موعيد التدريب بنهتم بالعناصر اللياقة البدنية اللي هيمارس بها السباق نفسه لنبتختلف كل سباق سباق التحمل ليه عناصر اللياقة بدنية لو تكلمنا عن تراكت أنا أعتقد أن سباق الشارع ده أصعب حاجة أصعب حاجة من ناحية الكفاءة البدنية لكن مش أصعب حاجة يعني فيه الماونتن بايك الدراجة الجبلية أصعب وأخطر في سباقات البي ام ميكس برضو فيها نسبة خطورة لكن طبعا هي الصعوبة موجودة في كل السباقات لأن السباقات بتبقى بس التراك مؤهل إنما الجبال مثلا صعبة جدا الشوارع برضو بتبقى الأسفلت مش سهل وأعتقد بيبقى فيه خطورة على الركبة مثلا فكلمنا عن الإعدادات دي أكتر طبعا لازم اللعيب يكون مؤهل بدنيا كويس قوي لازم يكون عضلاته عنده قدر عضلية كبيرة عشان يقدر يحمي مفاصله ويحمي بقيد جسمه بالنسبة للدراجة الجبلية هي طبعا فيها صعوبة لأنه بيطلع مرتفعات وطرق مش ممهدة وفيها نسبة خطورة وبينزل منحضرات كبيرة جدا حتى اللبس والبروتكت بتاعة اللاعب في الكاسك نفسه بيبقى أو الهلمت فول فيس بيبقى حماية الوجه كله وممنوع لازم يلعب به من غير الكاسك دوت أو الواقي ده ما يلعبش به لأن نسبة الخطورة عالية وأهم عضوه طبعا في الجسم هو الرأس بتاعة الإنسان فلازم هو ده يكون متأمن فيه كويس بالنسبة لسبقات التراك صعبة جدا لأن هي بتتلعب التراك ده 250 متر والسرعات بتوصل فيه في سبقات السرعة لـ 80 كيلو في الساعة والطريق ما هوش ستريت انت تلعب في ملفات عرض التراك 7 متر فانت محكوم أكتر فلازم تبقى عندك تركيز كويس عندك مهارة كويسة تقدر تمارس بها النشاط طب الدولة المصرية عملت ايه في مجال البنية التحتية علشان تعمل ده يعني أنا شفت مسارات مخصصة للدرجات في العصام الإدري شفت برضو في التجمع الخامس فيه راك في بعض الأماكن هل ده موجود بشكل كبير هل وصلنا لغاية فيه نقدر نطوره ازاي بنستفيد بيه لو نستفيدش بيه وطبعا نبتدى الاهتمام بالدرجة في مصر كممارسة نشاط عام للمجتمع المصري باهتمام سيادة الرئيس بيها أما ابتدى يهتم بالدرجة وبعت رسالة للشعب كله ونستخدام الدرجة ابتدى يبقى فيه بنية تحتية يعني فشار مشيخ فيه وزي ما حدثتك قلت كل المدن الجديدة بتعمل فيها طريق للدرجات ابتدى طبعا الاهتمام الإعلامي يخلى فيه سقافة اي ممشى كمان ممشى أهل مصر اه كتير اهتمامكم الإعلامي بالدرجات كرياضة ادى وعي للشعب المصري ان اللي بيستخدم يعني سائق السيارة والكلام من ده بقى اهتمام ان فيه رياضة ما بقى ازاي الاول يعني الموضوع ده احنا نحس به قبل كده ما كانش به اهتمام ولا فيه احترام للراكب الدرجة دلوقتي بقى فيه احترام بقى فيه اهتمام طبعا فيه مبادر الدرجتك صحتك وده كان معمولة تحت شرف وزار الشباب الرياضة معالي وزير الشباب الرياضة اشرف صبحي قدر يعمل ده ان هو يوفر دراجة بالسعر اقل مدعمة بيقدمها للشباب وبالقصد كمان طبعا مشروع دراجتك صحتك ده مشروع ضخم بقى له 3-4 سنين وزار الشباب الرياضة مهتمة به وابتدت توزع عدد كبيرة من الدراجة للمستخدمين لها بسعر طبعا قليل قوي ابتدى يبقى فيه ريضات يعني احنا كنا مع سيادة الرئيس في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ومشي معانا وعشان يبين اهمية دوة على البيئة عملنا مجموعة من السباقات في المدن الجديدة زي الشروق زي العاصمة الادارية الجديدة شرم الشيخ طبعا الموضوع ده الدولة مهتمة به قوي الملف لانه هو مهم للصحة العامة للفرد لان ده بيقل العبق على المنظومة الصحية فبالتالي الدعم بيقل المنظومة الصحية الفرد بتبقى صحيته قويسة ده بيأثر برضو على المجتمع بشكل عام بقى عندنا طرق قويسة جدا وده ساعدت كتير قوي اننا الرياضة تزيد يعني كل الطرق الخاصة بالدراجات والطرق العامة اللي نقدر نمش اللي فيه مدن ما فيهاش طرق مخصصة للدراجات لكن منظومة الطرق اللي موجودة دلوقتي في مصر منظومة طبعا عالمية أمنة جدا عدد الحارات زاد يعني فيه تطول ماينا نشوف اهتمام كبير قوي طيب النهاردة احنا بنستعد ازاي او مصر بتستعد ازاي لأولمبياد باريس عشرين واربعة وشرين نه الحمد لله عاملين رقم قويس في التأهيل أول مرة يحصل احنا فيه في أفريقيا خمس مقاعد مصر خدت ميتهم أربع مقاعد فيه عندي ولدين اتأهلوا اللعب يوسف زاكي واللعب محمود بكر دول في الرجال نستعد حاليا نعملين معسكر في مدمار القاهرة الدولي وان شاء الله في انتظار الاسبوع القادم بإذن الله عندنا معسكر في أوروبا هنشارك في السباقات لغاية معدد تأهل لأولمبياد بترحن على اي فئة بالزبط في أولمبياد باريس بنات طبع الله بلك أحسن عشرة هم كده كده يعني مصنفين أكد هم كده يعني مصنفين أكد وفيه أي حاجة بتدل انهما ممكن ياخدوا ميداليا والله احنا بنحاول في ذا يعني هو الموضوع صعب لكن مش مستحيل يعني دلوقتي هي أقرب واحدة ممكن تحقق هي بتسايم لأنها عدة دلوقتي حاليا في أوروبا وبتلعب سباقات والحمد لله أكثر ثلاث سباقات محققها المنصة على طول وده بيساعدها كويس قوي ومديها فرصة من الدول اللي بتلعب حلوة قوي احنا خاتم منها طبعا احنا أقوى دول في العالم لأ هو بريطانيا دول أوروبية اه امريطانيا فرنسا ايطاليا دول يعني أكبر دول بيمارسو دلوقتي اليابان بتاديت تدخل في الصراع والصين وامريكا يعني هما دول لكن هي طبعا بس واضح ان كل دولة من الدول دي العجلة جزء من ثقافتها اه طبعا عشان بس ما نبقى يعني نقول الأمر نعطي الأمر حقه يعني الموضوع مجاش من فراغ لا لا أكيد وبعدين كل حياته منك هي الدراجة تاخدام الدراجة يحدك بتشوف مسؤولين كبار في الحكومات برا بيتحرك بالدراجة فالله يبقى نشوف هنا كمان ناس كتير قوي يعني أنا ببقى مسافرة وشايفة ناس على طريق السخنة واخذين السفر كله بالدراجات فأنا بالنسبالي يعني من ساعة كورونا الحقيقة بقى فيه اهتمام كبير قوي بالدراجات نحن نتمنى كل التوفيق أكيد لأفطالنا اللي هيشاركوا في أولمبياد باريس عشرين واربعة وعشرين وبنتمنى بقى إن شاء الله السنة دي نحقق ميداليا أرجوك أرجوك إن شاء الله بإذن الله شدي حليك معنا في البنات شوية أنا معيك وبشجعك البرنامج بشجعك كلنا وراك إن شاء الله أنا أتمنى كمان أن يبقى عندنا زي ما قال الكابتن مدارس لتعليم الأطفال لرياضة الدراجات أنا شفت من زمان إحنا بنلعب بالعرق بوالله تعلمنها يعني كده أول حاجة لكن يبقى الموضوع بشكل أكاديمي بشكل علمي مع مدرب أعتقد ده أكتر حاجة بتأهل إن الكابتن محمد تحديدا قال إن دي رياضة الجهد البدني فيها أهم بكتير من الفنيات أو التكتيكات إحنا لازم تبقى حياك معنا أكتر لأن كمان لازم تقولي إن اختارت درجات إزاي حلقة تانية شكرا نورت يا دكتور كابتن كابتن محمد إبراهيم مدير الفني المنتخب مصر الدرجات الهوائية نورنا وشرفنا النهاردة شكرا وكل سنة وانت طيب النهاردة اليوم العرام للدرجة شكرا شكرا جزيلا